السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة دنيا يوديني ومعكم حيدر جبار سأشرح لكم في هذا الفيديو عشرة أسباب تمنع الناس من أن يصبحوا أغنياء وقد تجد أنك تعاني من تواجد بعض هذه الأسباب في حياتك ومن دون الإطالة في المقدمات سأدخل في الموضوع مباشرة لنبدأ الحلقة أولا أنت لا تحب الأغنياء إذا كنت لا تحب الناس الأغنياء فإنك بكل بساطة من أن تصبح غنيا لذلك أعتقد أن هذه النقطة واضحة جدا ولا داعي للإطالة في الحديث عنها ثانيا تعتقد أن الأغنياء أشخاص مميزون أنت تعتقد أن الناس الأفرياء وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم أكثر تميزا منك بكثير هذا المعتقد هو من أكبر الأفكار الخطئة على الإطلاق الأغنياء حققوا نجاحاتهم لأنهم في مرحلة ما عزموا على أن يصنعوا تغييرا في حياتهم لقد اكتشفوا أين تكمنوا مواهبهم ومهاراتهم فقاموا بتطويرها أرادوا وعزموا على القيام بالتغيير المناسب فتغيرت حياتهم صدقني الأمر بهذه البساطة وبإمكانك أنت أيضا أن تفعل نفس الشيء ثالثا أنت لا تقضي ما يكفي من الوقت في التعلم اذهب إلى حسابك على اليوتيوب وتفقد سجل تصفحك وراجع آخر 20 فيديو قمت بمشاهدتها قم بتصنيف مقاطع الفيديو التي شاهدتها إلى قسمين القسم الأول قسم تعليمي والقسم الثاني قسم ترفيهي إذا كان 50% أو أكثر من مقاطع الفيديو التي شاهدتها هي عبارة عن فيديوهات ترفيهية للتسلية فأنت لا تملك رغبة حقيقية في أن تتعلم مبادئ الثراء أو تطوير نفسك في مجال العمال أنت تفضل أكثر إهدار وقتك في الأمور الترفيهية هذه العقلية لا يمكنها أن تدفع بك إلى تعلم ما ينفعك وخوض مجال العمال وتحقيق الثراء الذي ترغب به ابحث في اليوتيوب عن الفيديوهات الألف الأكثر مشاهدة ولاحظ أن القائمة تتصدرها مئات المقاطع الترفيهية في حين أن أول فيديو تعليمي تصادفه قد يكون في نهاية تلك القائمة يعود ذلك إلى أن معظم الناس لا يهتمون بمحاولة معرفة الإسرار التي تتعلق بريادة العمال والأمور المالية كل ما يريدونه هو الترفيه والتسلية لهذا السبب تجني هوليوود الكثير من الأموال فهم يعلمون جيدا أن الناس مدمنون على الترفيه قد تكون أنت من هذا النوع من الناس افتح سجلة صفحك على جوجل وراجع المواقع التي تزورها وتمضي وقتك فيها رابعا الشعور بالذنب بسهولة تجاه قراراتك أنت تشعر دائما بالذنب بسبب شيء قد يقوله مديرك أو معلمك أو شريك حياتك كل ما يقوله الناس عن الأشياء التي تقوم بها يشعرك بأنك مقيد وكل شيء بالنسبة لك يدور حول جعلك تشعر بالذنب وهذا يقودني إلى النقطة الخامسة خامسا أنت تهتم كثيرا بما يظنه الناس عنك إذا كنت تهتم أكثر من اللازم بأراء الناس عنك فلا شك أنك ستفشل في معظم المجالات في حياتك هذا لا يعني أنه لا يجدر بك أن تستمع لأي رأي كان بل يجب أن تنتقي الأشخاص الذين تعيرهم انتباهك توجد قاعدة باسم قاعدة الثمانية عشر أربعون ستون تقول هذه القاعدة ما يلي عندما تكون في سن الثامنة عشر فأنت تهتم كثيرا لما يعتقده الناس حولك وعندما تصبح في سن الأربعين تصبح لا تبالي بما يعتقده الناس عنك أما عندما تصبح في سن الستين فأنت تكتشف حينها أن الناس لم يكونوا يفكرون أصلا فيك أو فيما تفعل بمعنى أن كل ما كنت تظنه وتخشى منه وتحسب له ألف حساب حول ما قد يفكر فيه الآخرون حولك إنما هو محض خيال وتوقعات منك لا أساس لها من الصحة فالناس مشغلون بحياتهم ومشاكلهم ولا يهمهم من أنت ولا تهمهم أحداث حياتك سادسا أنت لا تهتم بأراء الأشخاص المناسبين الأشخاص المناسبون هم زبائنك أو أولئك الذين يقومون بمساعدتك للوصول إلى مستوى أعلى في حياتك أو الأشخاص الذين يحاولون أن يعلمك أشياء تتعلق بكسب المال ورياضة الأعمال والتنمية البشرية والتطور في الأخلاق وغيرها أنت لا تعير انتباها كافيا لهؤلاء الناس بينما تضيع طاقتك في الاهتمام بأراء الذين لا يرغبون بمساعدتك على التقدم في حياتك سابعا أنت تطبق حرفيا كل ما يمليه عليك الإقارب من الطبيعي أن تحب جميع من تربطك به صلة عائلية سواء الأقارب منهم أو أهل أباعد لكن أن تحاول تطبيق جميع نصائحهم خاصة تلك التي تتعلق بمجال المال والأعمال فقد لا يكون ذلك أمرا حكيما فإن لم يسبق لأي منهم أن أدار شركة مثلا أو أن يكون شخصا ثريا فكيف يمكن له أن يعلمك كيف تصبح رائدا في مجال المال والأعمال تذكر أن فاقد الشيء لا يعطيه قد يظن البعض أن من هم أكبر منهم سنا يملكون دائما النصحة المفيدة لكن الأمر ليس كذلك فعلى سبيل المثال لو أراد ابني أن يصبح لاعب كرة قدم محترف واعتمد علي أن أعلمه كيف يراوغ ويسجل الأداف فهو لن يصل بعيدا في هذه اللعبة كيف أعلمه وأنا لم يسبق لي أن وصلت إلى مستوى احترافي في كرة القدم قد يمكنني أن أشجعه وأن أتحدث معه عما يعجبني في بعض اللاعبين النجحين لكن الأجدر به أن يستمع إلى مدربه فهذا الأخير هو من يمتلك خبرة في ذلك الميدان عندما يتعلق الأمر بكسب المال فأبواك يحبانك ويريدان لك النجاح لكنهما لن يعلمانك كيف تصلح مليونيرا باختصار إن كان والدك ناجحان ماليا فقم باستشارتهما وإلا فانس فلسفتهما حول الأعمال واستشر شخصا ناجحا بالفعل ثامنا أنت مخلص ومنغمص في عادات وتقاليد عائلتك لا أتحدث هنا عن أشياء تخص الدين والأفراح العائلية بل المقصود هو المعتقدات السياسية والمالية عن أخلاقيات أثرتك في العمل وعن ما يتحدثون عنه وما يتذمرون منه بحبارة أخرى عن العادات والمقولات السلبية التي لطالما كانت سببا في الفشل المالي لك ولأسرتك لا شك أنك قد سمعت من أهلك عبارات مثل المال يعتبر وصخ الدنيا أو لا داعي لأن تجد نفسك كثيرا في العمل يا عزيزي لكن يجب أن تعلم أن الكثير من الناس يعملون في دوام رسمي ثمان ساعات فقط في النهار غير مدركين أن الوظيفة ستبقيهم مفلسين ومتوترين طوال حياتهم أنت لست مجبرا على اتباع نفس نمط التفكير الذي تعود عليه أهلك لكسب المال لو أردت النجاح فعليك أن تتبنى تفكيرا مختلفا عن معظم الناس وتتعلم كيف يمكنك أن تدخل مجال المال والأعمال في سن مبكرة ولو كان ذلك بقيامك بمشاريع صغيرة وبسيطة تاسعا أنت خبير في اختلاق الأعذار عذرا لم أستطع الحضور كانت تمطر كنت مارضا أمي مارضة لا يمكنني تفوت مشاهدة مباراة اليوم أنا مرهق الظروف لم تسمح لي إلى آخره إذا كنت متعوضا على إيجاد أعذار كهذه في التهرب من كل شيء في الحياة فإن المال لن يجد طريقه إليك لأن المال بكل بساطة لا يحب مختلقي الأعذار عاشرا لديك مواقف سلبية تجاه الحياة إذا كان سلوكك رديئا ونظرتك للحياة متشائمة فلا تتوقع أن يكون الناس معجبون بك التذمر المفرط وموقفك السلبي سيدفعان الناس للابتعاد عنك فلتنظر للأمر بهذه الطريقة هل سبق لك أن رأيت شابا لا يملك شيئا من الوسامة ومرتبط بفتاة في غاية الجمال كيف تعتقد أنه حضى بها وهو لا يملك من المكانات الاجتماعية أو المالية ما يساعده على ذلك الأمر في الغالب لا يعود إلى مظهره الجذاب أو لماله بل لشخصيته ولموقفه الجذابين إذ أن أسلوبه يجعل الآخرين يريدون البقاء بقربه كل من يحتك بذلك الشخص يمضي معه أوقات مرحة وسعيدة ويتعلم منه أشياء جديدة كذلك هو الحال عندما يتعلق الأمر بالمال عندما تتخذ القرار بالتغيير وتتبع الأساليب الصحيحة لسلوك طريق النجاح فسينجذب المال نحوك وبما أن هذا الأمر اتبعه غيرك ونجاح فهذا يعني أنك قادر أيضا على النجاح والآن وبعد أن تعرفت على هذه العلامات التي تمنعك من أن تصبح غنيا فقد أصبح الآن بإمكانك أن تتخلص من كل هذه العوائق في غمضة عين وبثائق السهولة فمن أعظم الأشياء التي نمتلكها في الحياة هي حرية الاختيار والقدرة على تقرير مسار حياتنا بينما أنت تتابع هذا الفيديو يمكنك أن تتخذ قرارا مصيريا بأن تتغير على الفور وأن تصبح شخصا جديدا مفعما بالحيوية والنجاح بعد انتهائك من مشاهدة هذا الفيديو اجعل أهلك ومن حولك يلاحظون التغيير في موقفك واجعلهم يتساءلون من أين حصلت على كل هذا الحماس اشعر بالتفاؤل والحماس وحافظ على هذا السلوك وستندهش أنك فجأة ستصادف فرصا جديدة رائعة وستبدأ أحوالك المالية بالتغير لكن تذكر الأمر يعتمد عليك يجب أن تتغير أنت أولا وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد استمتعتم بمشاهدتها إن نالت هذه الحلقة إعجابكم فلا تبخلوا بمشاركتها مع من تحبون شكرا لكم أحبائي على حسن المتابعة كان معكم حيدر جبار وأتمنى أن أراكم في حلقة جديدة على قناة دنيا وديني إلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته